السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الاولمبي بطبيعة حال المغرب. الان الحادث دينا بعد الايام. ان شاء الله هيكون فقط على المنتخب الاولمبي حتى يتسالى المشوار دينا في الالعاب الاولمبية. ودك ساعة نشوفو العاصيلة ولا نجوز انه يعين. عالق دك ساعة نمشي ونجعل المنتخب الاول جعل مواضع اخرى بطبيعة الحال. الان الموضوع دينا هو المنتخب الاولمبي فقط واحدة ساعة. عالنا مقابلة امام المنتخب الامريكي اللي لم يبقى لاش بزافو تنطلق. احنا عملنا في هذا الفيديو مثلا اقوى تشكيل المنتخب الاولمبي لنهوات المنتخب الاسباني والمقابلة المحتملة في النصف النهائي. كيفاش موجه اسبانيا هذا طموح وهذا حلم وهذا مثلا انا متفائل. اعلاش انا المغرب اشعالك تقدم كورا جميلة وممكن نتأهله بطبيعة الحدل. اذا انا متفائل لاش احنا متفائل اقوى تشكيل المنتخب الاولمبي للمواجهة المنتخب الاسباني. في دور نصف النهائي يجب المواجهة بالمغرب واسبانيا مواجهة حارقة. انا نريد انه بعد اننا نخرج على موديل 2022 انا نخرجه في الاولمبيا في 2024 عام الثاني. اه حاكم يا واتن ما حاكم مني. شجر ضربة الززء الاخيرة امام اسباني بقاطر. اه واتن ما ممكن شجر مدينة مارسيليا. هي اللي ستحتاضل نصف النهائي الالعب اولمبيا باللقاء المنتخب المغربي. اذا شي حاجة جميلة نتمنى هو المغرب اسبانيا مصر فرنسا. اه والمغرب مصر في النهائي. على شل لا يسعود نهائي الكأس. اي فريقيا اقل من 23 عام في الالعب. نهائي الالعب الالعب الاولمبيا. لا مش انتشكيلة بدأ موني المحمدي. عادوا تجربة كبيرة في اسبانيا. كان حارس كالصابق لمارا قود لومانسيا في اسبانيا. اذا حارس لي عادوا تكوين اصلا اسباني حارس موني المحمدي اللي هو من الحراس الجيدين للمنتخب الوطني المغربي. حارس جيد صراحة موني المحمدي صراحة اه حارس لي عادوا خمسة وثلاثون عامان حارس دلو تجربة كبيرة لارى تسع سنوات. هو يمارس مع المنزخة بروطاني الاول بطبعة حارس. هو الاساسي. مصبح هو الحارس التاني من المنزخة بروطاني المغربي. بطبعة حارس. يبقى حارس جيد. صراحة اللي هو مونير المحمدي. حارس جيد. عمشوا عند اوسامي العزوزي اللي عبنا بالبولونية الايطالي. اه 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 امامي يشارك معنا في كأس العربية في الافراقية الاخيرة. مش يوان اوسامي العزوزي عالو ثلاثة وعشرين سنة موليد الفين وواحد من اللاعب الجيدين اللي بدك يشوق طريق دير واحتفل المنزخة بالاول بطبع الهلوخة تواجد العقبة الكبيرة سوفيان امر عبط ولكن آآ اوسام العزوزي عالو لعب ثلاثة وعشرين سنة ناقص اربع خمس سنة سوفيان امر عبط لعب الكلاب في المطولة الايطالية صراحة المطولة محترمة الكالشيوم طريق بولونيا الايطالية عمشيون قلب الدفاع الثاني اللي ممكن يكون مع اوسام العزوزي باللغاء دي الاسباني المحتمل اللي هو اللاعب بطبعة الحال اللي ممكن يكون معه فقلب الدفاع آآ هو اللاعب آآ عاديل ساحف لعب نهضة بركان لي هو من العناصر اللي ممكن ممكن يدخل لعب آآ است груommes مزيان العديل ساحف اللاعب بركان اللاعب اولا بالآت بنا اشرف حكيمي اذا عاديل ساحف من العناصر اللي صراحة من جريبة كبيرة مع الأولمبي لعب صراحة من خيرة اللاعبين اللي ممكن يكونو عند المزخيبة الأولمبي's وال Sofia يمكن أن يكون عند المنزخب الأولمبي المغربي من العناصر الرائعة التي يمكن أن يكون عند المنزخب الأولمبي بطبيعة لعب عادي لتاحف لاعب يشناد خال الأخير في اللقاء الأخير أمام العراق يدخل كحتياتي صحيح ولكن المهم تمت المشاركة لها العادي لتاحف يوعد لعب أشرف حكيمي لعب تتلقات كأساسي لعب باريسا الجيرمان الفرنسي لاعب اللي كهارف عن الملعب هذا سامة من المعرفة لأنه أصلا محترف بفارق باريسا الجيرمان وهذا هو الملعب الملعب دي باريسا الجيرمان أشرف حكيمي لعنا بزال بلعب من كلاب الفرنسا كيعرفوا الأجواء الفرنسية لعنا في طبيعة الحال نخط الدفاع عن وجده أشرف حكيمي لكلاب الفرنسا وفي طبيعة الحال نخط وسط الميدان ايضا في طبيعة الدفاع جباننا أشرف حكيمي لعبنا باريسا الجيرمان الفرنسي أما في طبيعة وسط الميدان أسامة ترغالي لعب لها بالفرنسي كنا إياسين قشطة وفي طبيعة نراجع لتشكيلة اللي هو أكرم لعب فرق الجيش المالي وفي طبيعة الحال فالقادية الإسبانية كظاهر أيصر قلت ممكن حكيمي باريسا الجمال الفرنسي كنا وسامة ترغالي لعب الفرنسي ستقشطة لعب الفرنسي بوشواري سنتي تيان آل فرنسي وثلاثة لاعبين واسط بطبيعة الحال ثلاثة لاعبين واسط في مركز الآن حتى الثلاثة واسط لأن الثلاثة الأخرين ديلا ونتظرنا كبيرة الخنوس اللي يلاعب في برجيقة هناك الآن كذلك عداري شاريس واللي كلاعب في ريمس الفرنسي كرابع لاعب في وسط الميدان اللي يلاعب في فرنسا وخامس لاعب في الأصل ماشي عن البوشواري اللي ناجي سنتي دية الغرنسي اللي ممكن يكون اساسي كذلك يقعها في إسبانيا إذاً وخمسة أرب داكيبقى بيل الخنوس اللي يلاعب في البطولة البرجيقية وكيبقى وسماء العزوزي طبعاً اللي يلاعب في البطولة الإيطالية إذاً حتى الآن خمسة خمسة اللي لاعب عمشيوا إسبانيا إسبانيا إلياس بن صغر كذلك اللي عموناك والفرنسي ويبقى الراحمة ويستدى اللاعب في فرنسا جوج فلوهابر وهو كيشتا والترغالي يلاعبه فارق واحد وهو فارق لوهابر ويستدى اللاعب لوهابر الفرنسي يدوره يلاعب كأساسي أمام منتخب الإسباني قلتها الترغالي واللاعب ياسين كيشتا وهو ريمس أمير ريشاريسون موناكو بين صغير باريسان جرمان أشرف حاكم يستدى اللاعب اللاعب في البطولة الفرنسية من أصل ١١١ كعايت له المدرب طريق السكيتيوي هناك ثلاثة برجيقة وهو بقامير وزكريا الواحدة وبين الخنوس البطولة البرجيقية هما تسعود دي العناصر وبين فرنسا وبين برجيقة وتسعود دي العناصر الاسبانيا بطبع الزلزولة في البطولة الإسبانية ومع ١١ لاعب وهو بلا الخنوس اللاعب البطولة البرجيقية ٢٠ سنة من العناصر المهمة داخل المنزخة البروطانية الأولى في بطولة الحركة إذا ١١ لاعب بين فرنسا وبرجيقة وبين إسبانيا ١١ وحسنا المغرب هنا مجموعة مجموعة نحن مجموعة الآن لعب الجيش المالكي أكرم النقاش لعب الجيش المالكي مجموعة مجموعة ١٥ لاعب بطبيعة الحال الآن إذا ١٥ لاعب لعب الجيش المالكي في البطولة الإماراتية بطبيعة الحال أربعة من المغرب اليوم من حارسين إضافة أكرم النقاش مجموعة واللاعب الآخر أكرم النقاش وعديل ساحف مجموعة ١٥ هناك لاعب في الإمارات هو ١٦ هناك لاعب ثروسيا هو ١٧ في طبيعة الحال هناك لاعب في إيطاليا وهو أسامة عز جوزيما ٨٨ لعبات كم هائل الآن إلياس أخو ماش ٢٠ سنة فقط لعب كندر موليد ٢٠٠ عمشوا في اللعب إلياس بن صغير لعب نهادي مونه والفرنسي لأبدأfrole أن أكد فرانسي مانت منه فى أكد فلس quiser هذا الألعاب الأولمبي advantage أうん وكانت أسähن وو يبن على مستوى رائع هذا الألعاب الأولمبي هو الإيت السابق هذا الفرنسي اتمنى صغير لعب باقي كنت نلوه الشئ الكثير لكي نكونوا متابقين على هذه النقطة هاين لعب باقي نلوه الشئ الكثير والشئ الرائع والشئ الكبير صراحتان كنت لا شجلها بمتخب الامام المنتخب الزامبي في وعد لعب صوفيا الراحمي للعائل الاماراتي صراحة انه من الكبير لعب شرح أصحابات الآلعب الامام الأولمبيا كنت ضلو الولاية دولية للأولمبيا لما أظن جوش ضربة زازاء أمام أرجنتين وأمام أوكرانيا جوش أهدف عادية أمام المنتخب الأرجنتين والعراق أمام العراق كان مهدد أنه لا يلعب بالإصابة أتمنى من اللاعبين الذين لديه إنداروا وبطبيعة الحال تمنى سبعات اللاعباء أخرين كانت محملي حاكيمي الواحد الترغالي كانت ريشا ريصون بلا الخنوس إلياس أخو ماش ومهدد لكم هائل اللاعبين الذين لديه إنداروا بطبيعة الحالي كانت تمنى أنه يحصدوش الإندار رقم جوجو يغيب وللقاء هذا أمام إسبانيا بطبيعة الحال أو لعبان إسبانيا أو دراحة الدم قدمكم أقوى تشكي للمنتخب الأولمبي المغربي أمام المنتخب الإسبانيا في المقابلة المحتملة في نصر نهائد الألعاب الأولمبيهاتي شكرا لكم مشاهدينا